اهلا بكم في الفقرة الثالثة والاخيرة من العرب في اسبوع وسنخصصها للحديث عن ليبيا كيف يبدو القادم في ليبيا سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة في ظل ظروف وتطورات وصفها المحللون بانها جعلت من المشهد الليبي مواتيا الى حد كبير للبدء في عملية سياسية ربما تضف استقرارا غاب عن الساحة السياسية الليبية على مدى سنوات عودة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ودعم الرباعية الدولية المتواصل للمؤسسات الشرعية في ليبيا قد يمثلان دعائم أساسية لمرحلة انتقالية تحتاجها ليبيا أكثر من أي وقت مضى هناك الكثير من المعارك تنتظر ليبيا خلال المرحلة القادمة معركة التصدي للإرهاب الذي ينخر في عظام الجارة الشقيقة على الجانب الآخر أيضا هناك قوة ظلامية لا تريد لهذا البلد أن يعيش آمنا لتظهر التفجيرات مجددا ضاربة كل أمل في سير نحو انتخابات تنتهي وتنهي هذه السحابة القاتمة ليبيا ماذا بعد؟ المزيد نتابعه بعد هذا التقرير والفقرة المخصصة عن الحديث عن ليبيا والفقرة الأخيرة ربما لم نشهد منذ فترة طويلة في عقاب اندلاع الصراع الليبي وقتا كهذا يمكن وصفه بأنه ملائم للتوافق بين الأطراف المتناحرة في الدولة الشقيقة فبعد عودة المشير خليفة حفتر من رحلة علاجية في فرنسا بالتزامن مع خطة أممية تسعى جاهدة للخروج من المأزق السياسي ودعم أعلنته الربعية الدولية لمؤسسات الدولة الشرعية يرى خبراء أن المشهد السياسي في ليبيا لم يعد بالقتامة ذاتها قبل أشهر فعلى الأقل لم تختلف الأطراف كافة على أن السلاح والتدخل عسكريا في ليبيا لم يعد يجدي نفعا وليس هناك سبيل سوى الحل سياسيا للأزمة المتفاقمة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي سلاح يبدو أن القوى الظلمية لا تزال ساعية لجعله الأعلى صوتا في هذا البلد الباحث عن انتخابات يرى الكل فيها أملا للخروج من المأزق إلا أن هذا الأمل بدأ يخفط بعض التفجيرات التي طالت مقر المفوضية العليا للانتخابات وأوقع قتلى وجرح في عملية يبدو أن هدفها ثاني الليبيين عن مسعاهم نحو إنهاء هذه الحقبة مسعا يلقى فيه الليبيون دحما من أطراف عدة لا سيما الربعية الدولية والتي تضم جامعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتي أكدت في اجتماعها الأخير بالقاهرة تقديم أشكال الدعم كافة لتحقيق المصالحة وإجراء انتخابات يقبل بها المجتمع الدولي وتتحقق من خلالها طموحات الشعب الليبي الذي عانى كثيرا